جاوبني هون بالمباشر هل كان دعوة الرئيس نجيب مئاتي صحيح أنه بحسب المعلومات أبلغ وحزب الله أنه هي اليوم أحرجت الحزب أنه أنت اليوم ما انتفت الأسباب فأنت اليوم بهذه الدعوة أنه شو عم تزرك الحزب وتقوله أنه اليوم بسبب الدستور الموازنة ونحن اللي معطلين ما في رغبي نهيئيا عند الرئيس مئاتي بإحراج أي إن كان إنما الرئيس مئاتي كمان بعد شهرين من عدم انعقاد مجلس الوزارات وقصر مخرج يحمل لدرجة محددة بالإجمال ولا يريد أن يحرج أحد رئيس مئاتي هلأ حتى بهذه المرحلة تخفيف الاحتيكاك الداخلي يفيد اللبنانيين بهذه المرحلة لعب دور على المستوى الوسطي وعلى مستوى أنه يكون في صيغة استيعابية لكل أفنقاء ما بالنهاية هلأ يجرب يشترح حلول أنا لم أحمله إياه بدون حكومة اليوم البلد من نقائم بس على الرئيس مئاتي بس هو رئيس الحكومة اليوم صح بس كمان في عندك رئيس يموري في عندك رئيس مجلس النيابي في عندك أفريقاء سياسيين في عندك حكومة متنوعة في عندك كتل بالمجلس النيابي في عندك مجموعة مسؤولين عن الوطن اللبناني بالإجمال رئيس الحكومة بلعب دوره على ما يستطيع من دون أنه يكون فيه أي استفزاز لأي إن كان بهذه المرحلة لأنه بيعتبر أنه هذا لا يفيد لا يفيد لأنه بالنهاية أنت بدك تزيد الصفافات تانية عندك إن أفريقاء السياسيين قللهم حجم حضورهم قللهم حجم تمثيلهم فبالتالي هو يحترم هذا الأمر وبيعتبر أنه لا نحن بالنهاية بدنا نتعاون بده يكون في صيغة شراكة وهذه الشراكة ترجم بالمجلس الوزراء من خلال الثقة اللي أخذها الرئيس وبن خلال كمان سرعة البيان الوزاري اللي هو حدد الإطار بالنسبة للحفظ جاوبني على هنا مع الرئيس بري مش مع حزب الله نطرح أنه مسألة إذا طلب الرئيس ناجيب مئاتي يحضر فقط وزير المال يوسف خليل إذا كان نطرح من مباشرة حقيقة يعني بعتقد هذا الموضوع إذا كان عند معطيات عند رئيس مئاتي هم يعلنون فعليا ما تبعت بالتفصيل بس اللي تبعته بالمباشرة أنه بالنهاية الرئيس مئاتي في موازنة ستارد إلى مجلس الوزراء عند ورودة إلى مجلس الوزراء هو ساعته سيدعو لأقراره لأنه صار في يعني ما أنه بقى بإيده العملية صار هو مؤمن في اضطرار في اضطرار من خارج مجلس الوزراء عبر مرسوم يفضل من مجلس الوزراء يفضل بس انحكى كمان بمعلوم أنه اليوم ممكن دستوريا دستوريا أنا ما بقدر ورئيس الحكم دستوريا أنه حياتة مني دستوريا حتى أدر أنفي أو أثبت هذا الأمر حتى تكون صريح بس بالنسبة لأنه بالأولى فتوى يفضل 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 ماني دستوريا حتى أعمل فتاة دستوريا بس بالأولى فتوى دستوريا اللي فينا نقول لا يفضل أنه تكون من خلال مجلس الوزراء لأنه بالنهاية مجلس الوزراء هذا ما رح يعمل رئيس مئاتي ولا كم أنه اليوم بإمضاء هذا الأمر هذا الأمر نطرين ورود الموازني من قبل وزير المال للأمين العام مجلس الوزراء وبناء على ساعتها في هذه الحال هذه الطرحين إذا كانوا مطروحين ممكن يكونوا على الطاول عاد عن ذلك توجهه العام أنه فور ورودة لأنه صار في استحقاق دستوريا فنحن ساعتها في شبه الزام أنه يكون في لقاء حتى نحول على المجلس الوزراء نحكى مع الرئيس مئاتي بمقايدة اليوم بهذه المقايدة التي نحكى عنها أو كمان غير صحيحة مقايدات الرئيس مئاتي الوجهة من عملية مقايدة كذا بكذا هي بالنهاية أنه في حاجة كان لفتح دورة استثنائية وبالتالي هذا الأمر تم لأنه في حاجة لقل له مش لأنه حتى ناخد شيء آخر لأنه بالنهاية فتح دورة استثنائية هي إيجابية للجميع وكذلك الأمر الاجتماعي البعض يقول أنه اليوم كمان هي الشمسية الأساسية هي لتحصين اليوم النواب المدعى عليهم والحل هذه المسألة بالذهاب إلى مجلس العالى لمحاكمة الوزراء والرؤساء يعني هل أبرز بالعقد الاستثنائي الذي سيقاف هلأ بالتحليل ممكن يحللوها وممكن يكون مثل ما يقول أمر آخر لا في عندك مجموعة قوانين اللي هي فعليا أنه في الحاحل لأقرار بالسياسية عادة يعني فينا ناخدها من زوايا سياسية بناء على خلفية كل فريق على حدة إنها بالنسبة لأن هي العملية في حاجة لأنعقاد مجلس وزراء وفي حاجة كمان كان لفتح دورة أستثنائية من هكذا كان كان يكتمنى من رئيس ميئاتي على فخامة الرئيس أنه فتح الدورة وتجاوب فخامة الرئيسية هل لو يصدق اليوم بعد كلام أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله بمسألة يجومه على السعودية ورد الرئيس نجيب ميئاتي هل لو لم يصدر هذا البيان على اللهجة اللي طلع من الرئيس نجيب ميئاتي كان سهل له الحزب اليوم عودة مجلس الوزراء أما تربط بين المسألتين الرئيس ميئاتي دايما يوضح الإشارات الأساسية البيان الوزاري كان واضح المعالم قال واجب أن يكون بالتفصيل لبنان على علاقة جيدة مع أشقاء ومع أصدقاء فبالتالي البيان الوزاري اللي هو أقر من قبل كل الوزراء اللي شاركوا بالحكومة هل لا بيقول أنه بالنهي واجب أن يكون التوجه أنه نحن لازم نكون على أفضل علاقات مع الأشقاء ومع الأصدقاء بالجمال راح أبعد من هك هل نجرب نعملكم نحن كل مرة نشد فيكم لتكونوا لبنانيين وأنتم مبدكن ما بعتقد بالجمال إذا كانت ترجع على التفصيل هو الرئيس ميئاتي بس حدد الأساسيات حدد الأساسيات من دون ما يكون فيه أي إشارة محددة حتى تروح بالتجاه معا بالعكس هو يخفض منسوب التوتر الموجود على مستوى الصحة اللبنانية لأنه هذا دوره دوره يكون فيلتر بهذه المرحلة ودوره عملية استيعابية وما أنه بصدد يعني يفوت بأي برجع بأكد على السواب أنه نحن بالنهاية مصلحتنا كلبنان بهذه المرحلة اللي في عنا ضعف على المستوى الداخلي نسبة المناية عنا منخفضة الناس عم تعاني وعم تعيش يومات جدا صعبة فبالتالي مجموعة هالعوامل بتخلينا أنه نتمنى على الجميع أنه خفض منسوب التوتر خاصة على مستوى الصدام لأنه بالنهاية في عندك اشتباك إقليمي هل يجب أن ينعكس بنسبة عالية على أرض اللبنانية أو فينا نخفض شوي منسوبه لا نخفض شوي منسوبه حتى مع الوقت أنه ما يكون في عندك اشتداد ونرجع نشوف مشهديات لا نرغب بمشاهدتها بهذه المرحلة وهذا بعتقد أن التوجه السليم والأنسب من هكي حكي بالوسطية من هكي حكي بموضوع النائب النفس لأنه بالنهاية نحن حتى ما عم نقول بالنظريات الغير قابلة للتطبيق لا عم نقول بالنظريات اللي هي قابلة للتطبيق واللي هي بتقول بس حزب الله بيقول وجود نظر أنه اليوم بس عم تطلع دولة اليوم توصف حزب لبناني ومشارك معه بالحكومة بإرهابه وكما من وين النائب النفس أو الوسطي اللي متنقى بنفسك عن هذه المسألة هون كان العتب والرد يعني رد على النائب حسن فضل الله بس بالمعنى أنه لما بيكون في عندك اشتباق أقليمي هل نترجمه برفع السقوف عنا بلبنان ولا ما شوي من خفض السقوف إنه هذا كان التوجه العام فبالتالي في عندك هذا الاشتباق قائم وهل نحن يعنينا سلطة عليه إنه هل نحن مؤثرين بهذا الاشتباق لا لن نكون مؤثرين فبالتالي يفضل أنه نحو باتجاه أنه خفف من منسوب التوتر على المستوى يعني لبنان وعلى أساس تقطع مرحلة قد يكون في عندك تقارب بعدين إقليمي نفيد منه بمرحلة لاحق طبعا ليش أنه نحن بها المرحلة اللي هي فيها يعني شرق لأنه نحن يتفاوض السعودي والإيران لا بدأت ما عنا نحن تأثير نحن أقل من أن يكون عنا تأثير نحن متلقين حتى نكون فعليين نحن على المستوى الإقليمي ما نبقى فاعلين في حد ينكر هذا الأمر نحن صرنا على مستوى لبنان نتيجة الضعف اللي وصلنا له كنا نلعب دور تقاربي عربي عاربي نلعب أدوار معين نتمنى أنه نرجع نستعيد هالدور في حر قدر لأنه خلال مرحلة لاحقة أنه يرجع يستعيد لبنان عفيت وحتى على المستوى الاقتصادي نقدر نلعب شوية دور يعني لأنه بالنهي في عنا طاقات معينة لا يفاد منها إن كان على المستوى البشري وحتى على المستوى أخرى فبطل برجع بأكد الرئيس مئاتي بده يكون صيغة مطمئنة للداخل اللبناني وبده يكون صيغة مطمئنة للخارج وقال نحن بالنهاية بدنا نشتغل على التوازونات وبلا التوازونات استاذ رمز ما فيك التوازونات على مستوى المنطقة ضقيقة جدا وحتى على المستوى اللبناني ضقيقة جدا أي خلل بها التوازونات ندفع كلنا تمنه عظيم بس أنا كنت عم شوف يعني بقول البيان برئيس نجيب مئاتي وفيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبنان الانتماء تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين يعني كان مكان كثير وسط البيان يعني كان ذهب بالهجوم على حزب الله بحيان هي فحوى البيان أن الحكومة اللبنانية هي من ينطق باسم اللبنان يعني فحوى البيان أنه في عنا نحن حكومة لبنانية تجمع كل الأفريقاء اللبنانيين فهالحكومة وأنا على رأسها هي من تنطق باسم اللبنانيين يعني هذا هذا حجم للعمل فبالتالي لا من هو بصيغ التوجه لأي احتكاك أو صدام مع أي فريق بس إنما بده بس يوضحه دايما هو كرئيس حكومة موقعه يلزم أنه آخر شيء بها المرحلة الحكومة اللبنانية هي من يعني يتكلم باسم اللبنانيين هلويردي بلحظة ما رئيس نجيب ميانتي إذا استمر كل هذا التعطيل استقالي يعني مطروخ عطاولي ذكر ذكر دورة رئيس نجيب ميانتي أنه سابقا بمراحل سابقة لما كان هو على الرئيس حكومي قدم استقالته وكان هذا الأمر هو لفتح جدار بكوة أزمة كانت قائمة فبالتالي إذا كان موضوع الاستقالي تساعد بهالمرحلة بحل معين فهو مستعد وهذا أمر ما في مشكلة بالنسبة له إنما إذا كان نحن نتصور هلأ بها المرحلة إذا كان في عنا حكومة التي عندها ثقة وعندها كامل الصلاحية بأي لحظة من اللحظات حتى تستعمل سلطة على المستوى الاقتصادي وغير على المستوى الاقتصادي على المستوى الأمني وعلى المستوى وإلى آخره بالإجمال هل أنه نحن نكون عندنا حكومة كاملة الصلاحية تقدر بهالظروف تأخذ القرار المناسب بالوقت المناسب ولا ممكن يكون عندنا حكومة مستقيلة وبالتالي يعني جزء كبير من السلطة بيكون منه موجود سبعد بقول لك أنه اليوم أصلا ما عم تجتمع هذه الحكومة تصري في عمل أفضل تصير دستوريا يعني ما عم تجتمع لأنه هي ما بتقدر تجتمع دستوريا هيك ما عم تجتمع لأنه سياسيا مع معطلة فينا نقول بلبنان أنه باللحظة تفرج يعني بمعنى أنه نحن على مستوى لبنان عشنا حالات كتير ولفترات زمنية طويلة بالإجمال كل فترة وفترة بيصير في عندك يعني عشو مراهنين يعني اليوم أنتوا كفر مراهنين على واعي الجميع وعلى تلمس ويقعها المرحلة وبالإدفع للحص الوطني اللي هو بيجمع الجميع بشكل أو بآخر لا شك أنه في كيل مين عنده حسابات على المستوى السياسي وعنده حتى حسابات للمرحلة القادمة يتبعها بأن الأفريقاء السياسيين تلاحظ بها المرحلة الآن الكل صار في عنده حسابات يعني يحسبها للمرحلة القادمة ويمكن هي البعض أحيان عم تضبط وطيرة عمله وطيرة خطابه بها المرحلة بس لا يعني ما رح تروح للحكومة ضحية هذا الصراع اليوم قبل الانتخابات برأيها ما كل يوم رح تلاقي حكومة في دولة كبرى مثل فرنسا في دعم الفاتيكون في مصر عم تبدي إي جي بي الأردن رح يعطينا الكهرباء صار في حصول على النفط العراقي إذا كانت بتجمع هالعوامل بالإجمال ما كل يوم نحن بها المرحلة بها الظروف اللي عم نعيشها بالتراجع على مستوى الدور اللبناني اللي كان يلعب ما كل يوم ما كل يوم رحل هلأ بالنهاية الحكومة عم تشترح الحلول الممكن البطاقة التمويلية مفترض يعني ابتداء مشارجي كان تنكة البنزين بحدود 22 ألف كان يطلع يقوله استحيل اليوم تنزيد تنكة البنزين من دون البطاعة التمويلية ما رأيت سنة يعني إذا بجيب تصريحات كل الأفريقاسي من سنة مثل هلأ ما في بطاعة التمويلية ما في بطاعة التمويلية هذه الحكومة بالإجمال صار في تسجيل وصار في عندك كمية آلاف اللبنانيين وخاصة من مطقة شمال سجلوا على البطاقة وبعتقد يعني رصد المبلغ اللي كان أحد المعويقات الأساسية بمحل معين على هذا كاسيدي بالنهي الآلية اللي انعملت أنا انتبعتها بالمجلس النية بالتفاصيل الآلية اللي انعملت فيها للبطاعة التمويلية آخر شيء المستحق لألا بدو ياخدها ما أنه مضطر يعبر من خلال حدا بس هي بدها شوية توعي بآلية إدخال المعطاية من قبل الناس وعلى أساس زكاروا أنه مبدأيا بشهرتنا مفترض يكون في عندك مبالغ نزلت على المستحقين لألا أنا أطعت مرحلة في ناس عمل لك مئات الآلاف تسجلوا فيها تسجيل أسهل أسهل الحكومة على القليل اللي هلأ عم تجمع على اللبنانيين عم تشترح الحلول الممكنة بهذه المرحلة وخاصة على مستوى الوزرات في عندك كثير وزراء عميل عبدور فعلا إيجابي بهذه المرحلة بما يستطيعون من سلطة بما يستطيعون عندهم صلاحيات هلأ وعلم أنه وعم شوف وزراء بشكل مستمر صار في عندك تقريبا بنية تحتية أو مسودة كاملة لكل قطاع على حدة تصور واضح بلحظة انطلاق عجلة العمل الفعلي أنه يكون في عندك تحطة حيز التنفيذ بالإضافة لخطة تقريبا متكاملة وشاملة اللي هي تقنى بموضوع يعني موازنة الدولة العامة وكيفية يعني رصد كل قطاع على حدة وكيفية معالجة واقع كل قطاع على حدة فبالتالي صار في عندك دراسات كاملة وبنية تحتية كاملة بلحظة لما بصير فيه طفوات مع صندوق النقد الدولي وصار هو حتى ذكر صندوق النقد أنه صار فيه تقدم حتى على مستوى توحيد الأرقام إن كان بالنسبة للخسائر أو كان بالنسبة للأرقام اللي كان فيه تبين ما بين مصر في لبنان وما بين وزارة المالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى